ليلة كانت من الليالي المؤسفة والمؤلمة التي عاش تحت ظلالها العراقيون كانت ليلة أقل ما يقال عنها مع الأسف أننا وصلنا إلى هذا الحال وهكذا يفكر المنهزمون أو الحاقدون على الحياة في العراق الدولة هي الخيمة التي تجمعنا كلنا ومن يعتدي على الدولة أو على هيبة الدولة فأنه يعتدي على العراقيين جميعا وحين يكون السلاح منفلتا وحرا وطليقا بيد مجموعة من الجهلاء فعلينا أن ننسى شيئا اسمه الحياة أو اسمه الحرية والاختلافات في داخل المجتمع وفي داخل الأسرة وفي داخل الطيف السياسي قضايا لا بد لها أن تحصل لأنه الخلاف أحيانا يحقق عصفا ذهنيا وأحيانا يحقق حركة تجعلك تفتش هنا وهناك عن مشتركات مع الآخر أما أن يستخدم السلاح داخل حدود الوطن الواحد وضد أبناء الوطن الواحد فهذه جريمة نكراء وعمل إرهابي مستهجا وتأريخ أسود يكتب ضد هؤلاء الذين يلوحون باستخدام القوة أو يستخدم القوة أو يستخدم السلاح في داخل وطنهم حتى يكونوا في منصب أو في سلطة أو في سطوة أو يقتربوا أو يأخذوا ما تبقى من خيرات هذه البلاد بعد أن كانت من أغنى دول العالم والمنطقة أصبح أهلها بين مشرد ونازح وفقير وعاطل سؤال نطرحه على الجميع ما الذي يحصل في هذا البلد ولمصلحة من يحصل هذا من هي المغذيات ما هو المكسب حينما نتقابل أبناء وطن واحد إرضاء لهذا الطرف القذر أو لذاك الطرف من قال ومن أمر ومن أشار أن يقتل أبناء الوطن بأيدي أخوانهم وأبائهم وأصدقائهم أنا ضد الدم وضد الفوضى وضد الفتنة وضد الاعتداء على الدولة وعلى هيبة الدولة وعلى القوات الأمنية برح القوات الأمنية البطلة بكل تصنيفاتها كانت عنوانا ورمحا حينما قاتلت نيابة عن العالم ضد تنظيم داعش الإرهابي 18 سنة صارها القوات الأمنية تقاتل تهان بهذه الطريقة وتقف هي وأبناء شابها لأنه هناك من لا يقبل وهناك إزال أن ماشي إزال اختلف طالب بحقوقك مو مشكلة ما بها عيب لكن العيب أن يكون آخر الخيارات هو السلاح وهذا حديثي يشمل الجميع ترجمة نانسي قنقر